موسيقى نحب أن نتعلم ونحب لفضل أنه شيء لنحبهم ونحب نقرأ القرآن ونحب نعمل شوية أشكال وفيما التلوين وفيما محفوظات وفيما نشيد الوطني وفيما التلوين وفيما قرآن وفيما قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظوم وهو العلي العظيم الولد المهذب أنا الفتى النظيف مهذب لطيف أقوم في الصباح أسعائنا الفراح فأغسل يدي والوجه والرجلين فألبث ثيابي وأحمل كتابي أسير نحو القسم بيمات وعزمي فأحفظ العلومة والخلوق الكيمة سأنفع بلادي بجد واجتهادي أحفظ العلومة ماذا يجب أن تقرير والدك وإلا بنتك في الكتاب؟ أولا أني عندي شكون في الفامي أقرأ في الكتاب هذية ومستوى متيحهم مستوى طيب بالكداو ودخله إلى المدرسة تبرك الله الأولين فهم شكون في العائلة شجاني ومستوى تلاحظ أن الأولياء وكل وجهة متاحهم قصة تمشي الكتاب قريت بنتي في الكتاب هذية لخطر لا ديسيبلين هوني في الكتاب هذية مش يقريوهم الحروف والأعداد فقط ما يقريوهم ويعلموهم السلوك وتربية معانتا هذية كتاب لكن هو سنة تحضيرية تعلم التلميذ معانتا طريقة الكتابة على قهداء المواد كل يقرأها قرآن محفوظات القصة يخرج تلميذ يعني في كتب قصة من الكتاب هذية قصة يعني في انتجها من تجربة انتلاق من تجربة صغري موش هذية هذية مزال يعني لحق متميزين خارجهم متميزين من الكتاب هذية الطريق على المستوى بداغوجي تم ترغب تلاحظ ترغيب من الصغراء تم جانب اللهو واللعب تعلمهم وما يلاعبوا ومن ثلوقت وثم كذلك حتى عملية انتاجهم وثم تكوين مستوى تكوين علمي وتكوين حتى فيه جانب ديني ما هوش مهيمن لكن اللي شكاله ومش نقوله بصراحة ما هوش كتاب بالمعنى التقليد القديم ولا بالظاهر الفيض موجود اليوم أو كل واحد طريقة التدريس واحد منقب يقري واحد عذاب القبر خاصة تم جانب هنا انفلات في فتح ما يسمى بالكتب لكن لا علاقة لا بالتعليم الديني ولا بستعمل العقل شنو برنامج تدريس في الكتاب البرامج الكاتيتيب ترتكز أسيسا على القرآن المحفوظات النشاط الحركي أنشتر منطقية تربية تشكيلية عبادت أخليق وعبادت يطلقاش المدرس تكوين في بيداغوجيا وتكوين في علم النفس التربوي وتكوين في علم النفس الطفل بالنسبة للتكوين البيداغوجي موجود كان موجود قبل الثورة موجود نتلقاوح ونتلقينا أما بالنسبة بعد الثورة ما زلنا ما تلقينا حت شي وبالنسبة لعلم النفس ما عندناش بالكل خلاص ما عندناش حتى تكوين علم النفس هل أنه تكوين هداي يخضاش المتابعة بيداغوجية فماش يتفقد يجي معناه ويشوفكم ويارى معناه شنو قاعدين تعملوا في البرنامج تدريسي متاعكم والله بالنسبة لل هو يخضع سابقا كان يخضع وحتى تو ما زال يخضع وإنما قبل ما كانش منحسوهاش احنا تفقد قبل كننحسوه أمن سياسي ما كناش نحسوه تفقد للبعث بعث خدمة ابنزه مشكورين والبعث ما خدموش تحس فيهم كانوا بوليس مسيطرة عليه يجيك بش يقول لك يجيك المتفقد يجيك بش يقول لك علق لي صورة فلان علق لي صورة الزين علق لي نحيل نحيل الصورة هذي فيها ابنية محتاج بالنحيل أما باش كان فما تفقد بش يزيدي ينورك ينور لك ثنيتك ولا يأترك في أسلوب في نتاق العمل لا وبعد الثورة وبعد الثورة مارينة لا بعد الثورة الأمور عادية ما زلنا مارينة حد بطبيعة الحال ما عدا السيدة الوعظة كانت تجي وتتفاقد شوية أمن البقية ما زلنا مرينا حت حت نجمش تقول لنا فمشي شكون وقرأه في الكتب وتخرج في رطبع عالية ولا يقينا بحكم من سبعة ومن عام ثمانية وثمانين نخدم فمت تخرجوا ما شاء الله برشا عندنا ما شاء الله للطبيب وعندنا الأستاذ وعندنا المحامي وعندنا ما شاء الله والبعض منهم توقع قريلاً قريلاً في صغيراتهم تليمتوا قريلاً قريلاً في صغيراتهم اشتركوا في القناة